الأهلي بيعلن غياب أفشة 3 أسابيع أفشة كان عمل زي فتاء كده في جدار البط فعمل عملية طبعا بنقوله ألف سلامة وحيغيب لمدة 3 أسابيع وكده كده الأهلي مديله راحة بس أنا بتكلم بقى من ناحية الطبية هيغيب لمدة 3 أسابيع وبعد كده يبدأ يعمل تدريبات تأهلية ألف سلامة طبعا لمحمد مجدي أفشة الأهلي برضو كنا قلنا الكلام ده ولما كان معايا أحمد درويش وعراقي الأهلي عايز يتعاقد مع إبراهيم عادل وأسامة جلال لعبة Pyramids والأهلي عرضت على عرض رسمي لPyramids أنه هو يتعاقد مع إبراهيم عادل إدارة Pyramids كان طلب رقم كبير أعتقد 7 مليون دولار صح؟ 5 مليون دولار 5 مليون دولار Pyramids طلبت 5 مليون دولار عشان تبيع إبراهيم عادل 5 مليون دولار يعني حوالي 100 مليون جنيه مصري و 2 مليون دولار عشان الأهلي ياخد أسامة جلال مدافعة Pyramids إبراهيم عادل ضاغت جدا على إدارة Pyramids وعايز يروح الأهلي بس الأهلي هيدفع 5 مليون دولار عشان يجيب إبراهيم عادل أعتقد صعب أعتقد صعب ويعني ممكن إنش صعب لأ ده مستحيل إن يبقى ممكن بقى الأهلي يقولك طب نديكوا لعيبة وتدون إبراهيم عادل وندفع الفرق والكلام ده لكن أعتقد Pyramids كمال مش حيوافع على القصة دي إن Pyramids عايزين مبلغ كبير إن إبراهيم عادل لعيب يعتبر يعني هو حيبقى الفترة الجاية من أحسن اللاعبين في مصر فأعتقد إن الموضوع حيبقى صعب إن إبراهيم عادل بس إبراهيم عادل نفسه ضاغت على إدارة Pyramids عشان عايز ينتقل إلى النادي الأهلي الأهلي برضو حاطت إبوكا مهاجم أمبي لو معرفش يجيب اسم كبير مهاجم اسم كبير من أوروبا حيجيب إبوكا وفيه كلام داير دلوقتي ما بين الأهلي وزمانك برضو عايز إبوكا ما بين الأهلي وإمبي لشراء إبوكا لعب المهاجم النجري في نادي إمبي وخلينا نشوف إلا هيحصل خلي بالكو كل الكلام اللي أنا بقوله دا مش نهائي عشان ما حدش يقولك دا كريم بيقول إن الأهلي لا أنا بشرح لكم حتى بالتفصيل بقول لكم الأهلي عايز إبراهيم عادل Pyramids طلب خمسة مليون دولار طب الأهلي صعب يدفع المبلغ دا طب صفقات متبادلة Pyramids عايز فلوس الأهلي عايز قسامة جلال مدافع من Pyramids Pyramids عايز 2 مليون دولار في قسامة جلال يعني بقول لكم التفاصيل لكن في الآخر هتحصل بقى مش هتحصل هنتبع مع بعض خلال الفترة القادمة